موسيقى وعلى ايطاليا يلا الروح مع بعض والله يسعد اوقاتكم بكل خير يا رب وصفتنا لليوم ايطاليا 100% من شوارع روما ومن نص مقاهي روما جبت لكم وصفة التيرامسيو الاصلية لحتى نعملها انا وياكم بالبيت وتطلع معنا باروح نتيجة وكأنه عم ناكلها بمقاهي روما خلينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض وتابعوا معي الفيديو للاخير لحتى نشوف كيف رح نحصل على ارواح نتيجة للتيرامسيو ويلا نبلش المكونات اللي رح نعتازها بالبداية رح يكون عندي اربع بيضات كبار اذا صغار استخدموا خمسة مفصول الصفار عن البيض ولا نقطة بتكون بقلب البيض من الصفار نفصل هون كتير منيحة من بعض رح استخدم كمان جبنة المسكربوني وهي المسكربوني هي بتكون قطيب شي بالنسبة للتيرامسيو حتى انه هي مرسوم على علبة من برا صورة الكاكة تبع التيرامسيو تقريبا 500 جرام من المسكربوني واكيد وصفتنا ما بتكمل من دون الاسبرسو اساسي بالتيرامسيو رح نستخدم الاسبرسو اذا ما كانت نتوفرة استخدموا النسكافية بس القطيب والافضل اكيد الاسبرسو تقريبا 100 جرام من السكر ورشة ملح بسيطة والبيض مثل ما قلت لكم لازم نفصلهم عن بعض كتير منيح ورح نستخدم الكاكاو الغير محلة الكاكاو الغير محلة هو الاحسن والافضل رح نستخدم هذا البسكوت كمان اللي هو مخصص للتيرامسيو متل ما شايفين حتى مرسوم عليه اسمه lady finger وهي هي صورته هيك بيكون شكله متوفر تقريبا بكل مكان رح استخدم هذا الاطار لحتى شكل فيه الكاكة حطوه بقلب صحنو اذا ما كان متوفر فيكم تحطوه باي جات بيركس عندكم كمان بصير واول شغلة بدنا نعملها انه بدنا نخفق بياض البيض بس بالاول شوفوا كيف البياض ما فيه ولا نقطة من الصفار لحتى نحصل على النتيجة صح نفصلوهن عن بعض كتير منيح منحط عليهم رشة ملح بسيطة ومنبلش منخفق منشغل اول شي الخفاقة على السرعة الخفيفة وبعدين منزيد تدريجيا ومنضل منخفق لحتى يضعف حجمه ويتغير لونه ويبلش يتكاثف شوفوا كيف هون بلش يتكاثف ويتغير لونه ويضعف حجمه منستمر بالخفق لحتى يصير عندي بهذا القوام هون منوقف خلص ما بتستمروا بالخفق مشان ما يفصل بروتين تبع البياض يعني بيصير مثل الغيمة حتى لو هزينة زبدية او قلبناها ما بيوقع البياض ولا بينزل هلأ منشيل هدول الخفقات وبدنا نغسلهن كتير منيح ونشوفهن من المي تماما يعني ما فيهن ولا شي من المي ولا اتر من البياض طبع البيض وهلأ بدنا نضيف السكر على السفار والسكر 100 جرام او من 75 ل 100 جرام بس لانه التيراميسيو من الكيكات اللي بتكون حلاوتها خفيفة مو كتير حلو لحتى تظهر عندي كل النكهات الموجودة بالكيكة وبتعطي طعم روعة ما تخلوه حلاوة التيراميسيو كتير زاهرة عملوها حلاوة خفيفة منستمر بالخفق بعد ما ضفنا السكر على السفار وبيبلش عندي السفار يتغير لونه شوفوا كيف بلش يتغير لونه منستمر بالخفق كمان وهي هون بعد ما صار ناعم شوفوا كيف صار ناعم وحريري وكرامي بهاي المرحلة رح نضيف الجبنة بدنا نضيف 500 جرام من المسك ربوني على خليط السفار والسكر ونخفقهن مع بعض كمان لحتى يختلطوا مع بعض كتير منيح ويصير قوامهن كتير ناعم متل مشايفين منجيب بياض البيض اللي خفقناه وشوفوا هالقوام ما أحلى كيف متل الغيمة بس يوصل لهي المرحلة متل ما قلتلكون ووقفوا لعاد تخفقوا لحتى ما يفصل البروتين تبع البياض وتخسروا شغلكون منضيف البياض على مراحل وبيكل مرحلة منحرك بهدوء وبيخفى من تحت لفوق لحتى تختفي كل الكمية عندي وما تستخدموا إلا المعلقة بهي الحركة عفوا بهاي المرحلة حركوا بهدوء لحتى يختلطوا كله يعطون مع بعض ويصيروا بهذا القوام هلأ منجيب أصابع الليدي فنجر ومنحطون بقهوة الاسبرسو إذا كنتوا حابين أنكم تحلوا القهوة شوي صغيرة بالسكر هذا الشي حسب رغبتكن ما في مشكلة منحط البسكوت تعتوا منغطهم غطة صغيرة وفورا منشيلهم منهزهم ما تخلوهن كتير بالقهوة لأنه هذا البسكوت بيشرب بسرعة المي والسوائل بعدين رح يتشتش منغطهم غطة ومنشيلهم فورا وهي عندي أول طبقة من الكيك وفيكن تستخدم مجاطل بيريكس كمان بيصير أي صينية عندكن حطيت الكريمة بالكيس ووزعت أول طبقة وهلأ عم بفردة لحتى تغطي كل البسكوتات من كل الأطراف بغلف الطبقة الأولى كلها بالكريمة منكمل تاني طبقة كمان من البسكوت بنفس الطريقة منجيب البسكوتات منحطهم بالقهوة منغطهم غطة سريعة بعدين منهزهم مشان نتخلص من كل شي زوايد من القهوة مشان ما تطلع عندي الكيكة متشتش كتير لا هيك بتطلع شكلها أحلى وأرتب منكمل كل الطبقة التانية كلها ياتها لحتى تصير عندي بهذا الشكل متل مو شايفين منوزع طبقة تانية كمان من الكريمة منوزعها ومنفردها بشكل كتير منيح ومتساوي منحاول نرتب الشكل أدمع فينا بهاي المرحلة منفردها كتير منيح لحتى تصير عندي بهذا الشكل قدر الإمكان منرتب الشكل والطبقة الأخيرة حبيت أني زينها بهذا الشكل أعمل دوائر صغيرة وإذا كنتوا حابين تتركوها ساعدة كمان بصير بس خلوا طبقة الكريمة آخر شي أسمك رح نكمل تزينها بشكل دوائر صغيرة بتصير عندي بهذا الشكل شوفوا ما أحلى هون مندخلها على البراد من 3 ساعات لأربع ساعات لحتى تتماسك عندي تماما بعدين منطلعها وبدنا ننضيف آخر لمسة اللي هي الكاكاو الكاكاو الغير محلة منغلف الوجه كل عياته وآخر شي بتصير جاهزة بعد ما نرفع هذا الإطار اللي على الجناب بتكون عندي بهذا الشكل شوفوا معي قديش حلوة وقديش فخمة ولا أروع ولا أشهى من هيك شوفوا من على الأطراف كيف ما أحلىها قوام البسكوت بيطلع بجنن بصير مثل الكاك رح نقطعها مع بعض أنا وياكم لحتى تشوفوا هالجمال الداخلي بتشوفوا الطبقات قديش بتشهي تيرامسيو إيطالية بالطريقة الأصلية 100% شوفوا بس معي هالمنظر قديش بيشهي ركزولي أنتو بس ركزولي على هالقطعه وشوفوا لي هالقطعه قديش بتشهي وقديش فخمة كمان كأنكم عم بتاكلوها بشوارع روما شوفوا هيك عنقر بها القوام أحلى قديش كريمي وقديش خفيف شوفوا لي هالمنظر قديش بيشهي وما تخافوا أبدا أنه فيها بيضني أبدا ما رح يبين أنه فيها بيضني نهائيا بتاكلوا لئمة من هون وبتحسوا حالكم أنكم بإيطاليا من هون كاكة ولا أروع ولا أفخم من هيك تيرامسيو إيطالية عد طريقة الأصلية 100% مثل ما بيعملوها بروما وبرجع بقلكن مرة تانية ما تخافوا أنه فيها بيضني لأنه ما رح يعطي نكها ولا رح تحسوا أصلا أنه هي فيها بيض وأكيد جيبوا البيض بتاريخ جديد إنتاج جديد شوفوا لي بس هالمنظر قديش بيشهي بتمنى يكون الفيديو عجبكن والوصف نالة رضاكن وأكيد إذا كنتوا حابين أنه أعمل لكم تيرامسيو من دون بيض أنا كمان رح أعمل لكم وصفة تيرامسيو من دون بيض بتمنى يكون الفيديو عجبكن والوصف نالة رضاكن بتمنى كثير أنكم تجربوا هالكاكة لأنها فحمة بكل معنى الكلمة هي فحمة وطيبة كثير وبتمنى تدعموني بقناتي باللايك بالاشتراك وبتفعيل الجرس والمشاركة مع أصدقائكم وما تطلعوا من الفيديو ولا تتركوا القناة قبل ما تكونوا اشتركتوا عندي وشكرا لألقان